اه متعرفش ايه الحاجات اللي بتلقاك التغذية بتسبب العرق وازاي يعني لما اي كان ايه انا ما على طول اه تمام انا هقول لك انا هقول لك اه مجموعة من الحاجات اه ايه هقول لك دلوقتي اسباب الارق في البداية يعني نعرف اسباب الارق في البداية وبعد كده نتكلم شوية هنعالج الان وده ازاي تمام? اه. بص يا عام. ركز معي. وما كنتش عارف انام ونعم. بص طبعا الارق بتاعنا احنا بنقسمه بنقسم الارق بتاعنا ده الحاجتين ارق اه يعني بنسميه ارق حاد وارق مزمن اللي هو اه كرونيك واكيوت فاحنا في البداية لابد ان احنا نعرف يعني النوع الارق اللي موجود عندنا هالوصل ان هو مزمن الارق اللي موجود عندنا مزمن ماشي خلينا بس اقول لك شوية على شوية اسباب كده ناس كتيرة جدا بتجهلها يعني. اولا ممكن الارق ده يكون سوى بضغوط نفسية سوى كانت في البيت او العمل او الامتحانات او الضغوطات النفسية. عامل بالزبط لو انا مثلا جبت لو انا جبت مثلا اه الازازة دي جبتها مثلا وحطت فيها وحطت فيها مية. وقلت لك وقلت لك امسكها كده امسكها. ممكن تمسكها خمس دقايق. ممكن عشر دقايق تمسكها. ممكن ربع ساعة تمسكها. اه لكن يدك هتاخدل مش هتقدر اكتر من ربع. ممكن ساعة لو انت راجل رياضي وفتنس ومتدرب عليها بالك فترة. لكن اكتر من كده مش هتقدر. ما بالك انت كل يوم مالي الازازة بتاعتك. مالي الضغوط النفسية بتاعتك. مالي نفسك بالضغوط النفسية. ومش راضي تفضي الازازة. طب ما تفضيها عشان تقدر تتحرك في الحياة. معنى مشكلتنا ان احنا كلنا بلا استثناء مليين الخرورة بتاعتنا او مليين الازازة بتاعتنا. وحاملينها رايحين الشغل جايين مش شغل شي لنا. وبعد كده يقول انا مش عارف انام. طب ايه طبيعي انت مش هتقدر تنام. لان احنا اصلا مليانين ضغوط نفسية. فاول حاجة لابد ان احنا نفرغ الازازة بتاعتنا من الضغوط النفسية. هتقول لي هو الضغوط النفسية بتتفرغ? ايه الضغوط النفسية بتتفرغ غير ما بتفرغش ليه. نفرغها ازاي? الضغوط النفسية دي نقدر نفرغها اه بشوية حاجات كده. بس خلينا اقول لك برضو. يعني احنا اقولنا دلوقتي مسلا التوتر والضغوط النفسي. اه ممكن يكون السبب. ممكن برضو السفر وطبيعة العمل ممكن يكون السبب. خلينا اقول لك الاسباب يعني كلها بلاس اسنا. وبعد كده اقول لك الالاجة هيبقى عامل السبب. ممكن السفر او طبيعة السفر او طبيعة العمل ممكن يكون برضو سبب في ضغوط النفسية. عادات النوم السيئة زي استخدام مسلا السرير خارج اوقات النوم. استخدام السرير خارج اوقات يعني أنا بس لو ليكن السرير بقى بعد عليه بقعد عليه بقرع عليه بجرع عليه اي حاجة قاعد وانا اناي مع الشرير بقعمل كل حاجة فلا لم نجعل السرير بتاعنا مكان للراحة بقى مكان للكل شي فاتلقايا �ο ما بتيجي تخش. ماذا تلقى يعني اللي بتجي تخش عشان لا معليه لا مانت لا. بس مع السادس سوتان اهة ممكن يكون في السادس سوء. طب اناrage عاد صغير ده. اهة. سرير ده انا عاجل بالسرير دلوقتي. اه فانا بس دلوقتي لو انا مسلا لاكن عايز اتكلم معاك يعني انت مسلا زي ما انت تقول كده انا بستخدم السرير بتاعي في جميع الاوقات فلم يصبح مكان للراحة. ليه لم يصبح مكان للراحة لان احنا بنلعب عليه الاتاري ولا الجيم ولا البتاع. اه بنتصفح عليه على الفيسبوك بقعدين طول اليوم قعدين موقفين بنعمل اي حاجة ولا كويكين للسرير بقى هو كل حاجة. علشان كده ما بتيجي فترة النوم علشان تنام. الجسم اصلا يعني كنفسية او كحالة نفسية الجسم مش مهيئ ان المكان د ينام فيه لان هو اصلا عاعد عليه طول اليوم. فاحنا تلقائد مفروض نجعل السرير مكان مقدس لا نقترب منه الا لوقتي النوم لو احنا عايزين نعالج مشكلة الارق. يبقى اول نقطة لابد ان احنا لا نستخدم السرير الا احنا مشكلتنا ان احنا وبنعرفش نخصص كل حاجة احنا بنستخدم حاجة لكل حاجة. ده غلط. فاحنا دلوقتي لو احنا عايزين ننام بشكل فعال اول نقطة ان احنا نجعل السرير للنوم فقط.